يعطيكم العافية رابع اليوم رح نبدأ بدرس انشاءات هندسية صفحة مية وخمسة عشر بدرسنا اليوم رح نحكي على اكثر من موضوع الموضوع الاول نحكي عن المثلث وبعدين نحكي عن المربع والمستطيل بالنسبة للمثلث وخلينا نعرف شو يعني مثلث المثلث هو عبارة عن شكل مغلق مكون من ثلاث قطع مستقيمة هلا طلعلي على الشكل الموجود انا عندي هون الداخل هو عبارة عن شكل مثلث وحكينا المثلث الو اكثر من النوع ممكن يكون عندك مثلث حاد الزوايا قائم الزوايا او منفرج الزوايا المهم انه هو عبارة عن شكل مغلق مكون من ثلاث قطع مستقيمة يعني هاي قطع خلينا ارسم لك اياها هون يا رابع هاي انا عندي هذا المثلث لو اجيت رسمت لك اياه هيك طيب تيجي بتحكي لي يا ميس هذا المثلث هو عبارة عن شكل مغلق اه مغلق هاي اهد شروط المثلث انه يكون عندنا شكل مغلق طيب مكون من ثلاث قطع مستقيمة شو هي القطع مستقيمة حكيت لك هي عبارة عن خط الو نقطة بداية ولو نقطة نهاية وهي نقطة البداية وهي نقطة نهاية هاي القطع الثانية ومن هون لهون هاي قطعة الثالثة اذا المثلث من كم قطعة مستقيمة مكون يا رابع من ثلاث قطعة مستقيمة وهو عبارة عن شكل مغلق ممتاز هلا كل قطعة مستقيمة انا بسميها ضلع هي عبارة عن ضلع يعني انه المثلث قائم على اضلاع بدون احد هاي الاضلاع لا يعتبر مثلث لازم الثلاث اضلاع تكون موجودة اذا لو جيت سميت لك مثلا هذا المثلث اسمه ايه بي سي باج بحكي لك يا رابع اي بي هو عبارة عن ضلع للمثلث او لو شلت المثلث هذا اي بي هيك لغيته ببط المثلث اذا هو عبارة عن ضلع وذا المثلث قائم على ثلاث اضلاع عندنا اي بي مضلع اي بي سي ضلع سي اي كمان ضلع طيب اذا تسمى القطعة المستقيمة في المثلث في اضلاع اذا هذا بسميه انا عبارة عن ضلع هاي الشغلة لازم تعرفها طيب هلا باجي بحكي لك يتكون المثلث من قاعدة وارتفاع ورأس المثلث طيب خلينا نشوف هلا لو جيت حكيت لك يا رابع هلا انا هذا المثلث ايو ادعمك صح? وين القاعدة تبعته هو كيف واقف مش القاعدة هي المكان اللي انت بتكون اصلا يعني واقف فيها يعني الارض ممكن احكي هي عبارة عن قاعدة هاي باجي بحكي لك هي عبارة عن قاعدة للمثلث طيب وين رأسها رأس المثلث كيف ممكن تعمل ليا احنا لازم اول شغلة بالمثلث انحدد القاعدة ونحدد الرأس هلا القاعدة انا حددتها من هو اي سي الرأس دائما بدي يكون مقابل لمين للقاعدة وين الرأس راح يكون بي هو عبارة عن رأس المثلث بي هو عبارة عن رأس المثلث طبعا انا لمجرد ما حددت القاعدة بادر اوجد الرأس طيب باجي بسألك بدي ارتفاع على المثلث هلا البيت له ارتفاع الغرش في الها ارتفاع الكتاب اللي معك رياضيات له ارتفاع يعني بدي اعرف هلا قديش ارتفاعه للمثلث بتقول لي ازا اخيلت انه هي عبارة عن الارض بتاعت المثلث والبي هو عبارة عن السقف بتاع المثلث طب قديش الارتفاع من الارض للسقف يعني من اي سي لبي قديش الارتفاع بتروح تمسك لي المصدرة هيك وبتيجي تحكي لي يا ميز انا بدي اروح ارسم لك الارتفاع بدي احط متلا عندك المصدرة هون بين الاي والسي والبي رح ارسم هون عندك خط هذا الخط اللي هو انا رح اسميه عبارة عن ارتفاع المثلث هاي الارتفاع المثلث ممكن اسميه متلا انا اي بسير تحكي لي تمس بي اي هو عبارة عن ارتفاع المثلث بي اي هو عبارة عن ارتفاع المثلث هاي المعلومات اللي بدي ايك تعرفها اليوم يا رابع من قصة المثلث المثلث يا رابع هو عبارة عن شكل مغلق نعرف في كم ضلع الو ثلاث اضلع هاي اول معلومة طيب كل ضلع ممكن اسميه حكينا كل قطعة مستقيمة بسميها ضلع ممتاز اذا انت حددت القاعدة تقدر فورا مقابلا رح يكون عندك رأس الزاوية هلا اذا انا عرفت القاعدة اللي هي الارض وعرفت السقف اللي هو رأس الزاوية فورا انت بتقدر ترسم لي خط اللي هو هاد الخط بسميه ارتفاع المثلث هيك احنا رح نكون نتعرف هلا ونرسم على المثلث وهيك رح نشتغل على المثلث اطلع لي على اتحقق من فهمي صفحة 116 انا عندي هذا الشكل موجود امامي رسمتلك هذا المثلث وبعجي بحكي لك يا رابع وين ارتفاع المثلث هلا انت شو بتحكي لي يا ميس الامقل هي عبارة عن القاعدة ما اختلفنا هي عبارة عن قاعدة المثلث لازم نحدد القاعدة المثلث ونحدد رأس المثلث هلا حكينا امقل اللي هي قاعدة يعني زي الارض تمام وبتيجي بتحكي لي يا ميس مقابل القاعدة رح يكون عندك رأس المثلث اللي هي الكيه اذا بتيجي بتحكي لي الكيه هي عبارة عن رأس المثلث اذا انا يا رابع اوجدت القاعدة اوجدت الرأس سهل علي ان انا ارسل خط الارتفاع بين القاعدة والرأس دايما خط الارتفاع للمثلث بدي يكون واصل من القاعدة للرأس هاي خليها في بالك دايما في عندك بين القاعدة والرأس في عندك الخط المثلث هي اجيت رسمت عندك رأس المثلث وهي القاعدة برسم بناتهم خط هذا الخط اللي هو رح يكون عندك ارتفاع المثلث بتسميه ارتفاع المثلث وممكن تعود بذل كلمة المثلث ترسم مثلث هيك رمز المثلث ما عندي مشكلة تمام هاي قصتنا على المثلث انك انت تعرف وين القاعدة تعرف وين رأس المثلث وتعرف ترسم لي ارتفاع المثلث والارتفاع دائما يصل بين القاعدة ورأس المثلث هلا ريجي عفوا رح نبدأ نحكي على قصة المربع والمستطيل ونعرف كيف رح نرسم المربع والمستطيل في حال اعطانا قياسات الى يلا اللي هو بنحكي عن المستطيل والمربع كل هاتنا بنعرف شكل المستطيل والمربع يا رابع المستطيل والمربع بيكونوا عبارة عن شكل مهلا بتكونوا من اربع قطع مستقيمة وحكينا دائما بالاشكال الهندسية القطع المستقيمة هي عبارة عن اضلاع ما في داعي نرجع نحكيها القطع المستقيمة هي عبارة عن اضلاع للشكل تمام لو جينا حكينا عن المربع المربع شماله المربع كل اياتنا بنعرف انه جميع اضلاعه متساوية يعني اذا عندي واحد طول الضلع عندك خمسة كل اضلاع رح يكونوا عندي خمسة ما هو انا عندي كم شكل للمربع كم ضلع عفوا اربع اضلاع اذا واحد خمسة كل اياتهم رح يكونوا عندك خمسة اذا واحد اتنين كل اياتهم رح يكونوا اتنين هم عبارة عن جميع اضلاعه متساوية ومتوازية بالنسبة للمستطيل يا رابع المستطيل بحكي لك هو عبارة عن شكل مولاق اوكي. بس انه كل ضلعين متقابلين متساويا. يعني انا لو جيت حكيت لك هذا هو عبارة عن المستطيل. هلا رح نرجع نرسمو. هذا هو عبارة عن المستطيل. ازا الضلع هادا عندك اتنين فورا المقابلو رح يطلع عندك اتنين. بدون ما ابدا متناقش. بحكي لك المستطيل. اي ضلع قاعد قدامي بدي يكون متلي. ازا هادا الضلع اتنين فورا القدام رح يكون اتنين. طب بحكي له ازا انت خمسة بقول فورا الادامي رح يكون خمسة هاي هي شروط المستطيل انه كل ظلع قاعد ادامه ضلع تاني بدي يكون مساوي زيه بالزبط ما فيه اختلاف اذا هون كان عشرة فورا الادامه عشرة اذا كان هون خمستاش فورا الادامه رح يكون خمستاش هيك شكل المستطيل كل ظلعين متقابلة متوازين ومتساويا خلينا نتعرف هلا كيف رح نرسم مستطيل او مربع في حال اعطونا قياسات الهم بحكي لمثال اتنين سبحة مية وستاش ارسم مستطيل الاشكي الام طوله اربع سنتيمتر وعرضه ثلاثة سنتيمتر هلا احنا بنعرف دائما انه الطول اللي عم بالمستطيل اكبر من العرض اول شغل اياها رابع بدي ارسم الطول تروح تمسيك لي المسطرة اللي هي قدامك بدك تتعيين لياها على اربعة سنتيمتر تمشي بما انه طلبني هون اربعة الطول باجي بحكي صفر واحد اتنين ثلاثة اربعة هي رسمت اربعة بما انه انا هذا الضلع اربعة بده شو بده العرض ثلاثة سنتيمتر وين عرض المستطيل اللي هو الطرف الجانب سا نمسك المصدرة بنرسم عليها نعين عليها تلاتة بنعين الصفر على بداية الخط او القطع مستقيمة موجودة عندي صفر واحد اتنين ثلاثة بدك ترسم لي هون هذا هو عبارة عن العرض طيب اذا الطول اربعة سنتيمتر والعرض ثلاثة سنتيمتر هلا بيجي بحكي للطول اذا انا اربعة سنتيمتر اي ضلع بتكون تحطوه قدامي لازم يكون عنا اربعة سنتيمتر مش هيك اتفقنا طيب بنروح بنرسم قدامه ضلع اربعة سنتيمتر معي هي شروطه بنروح نحكي صفر واحد نين ثلاثة اربعة هون نرسم عبارة عن اربعة سنتيمتر تمام اذا حكينا احنا كل ضلع مقابله بالمستطيل رح يكون مساوي هلا از ضلع هون ثلاثة سنتيمتر مقابله شو رحزم يكون اصلا ثلاثة سنتيمتر هيا الصفر ولا من هولا هون زي ما انتم لاحظين هي عبارة ثلاثة سنتيمتر هيك انا بكون رسمت المستطيل هلا انا اجي يا رابع اعطيك اي قياس اي طول واي عرض لاي مستطيل دكت وجد للطول والعرض تعرف انه كل ضلع مقابله هاد مساوي هاد هاد الضلع لازم يساوي هاد هلا باجي بحكي لك عالسؤال ارسم مربع طول ضلع ثلاثة سنتيمتر وسكتت طب ليش ما عطيتك طول وعرض وما بعرش لانه حكيت لك انه المربع جميع اضلاعه متساوية اذا ضلع ثلاثة كلهم رح يكونوا ثلاثة اذا ضلع خمسة كلهم رح يكونوا خمسة يلا نرسم مربع عدش معطيني القياس ثلاثة صفر واحد اثنين ثلاثة لحد هون هاي ثلاثة سنتيمتر ورح ارسم الضلع الثاني كمان ثلاثة سنتيمتر والضلع التالت كمان ثلاثة سنتيمتر والضلع الاخير رح يكون عندي كمان سنتيمتر لانه المربع جميع اضلاعه متساوية جميع اضلاعه متساوية هاي هي اشارة التساوي وهون ثلاثة سنتيمتر هاي هي قصة المربع والمستطيل يا رابع اذا كان عندك مربع جميع اضلاعه متساوية واذا كان عندي مستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين هيك بتكون خلصة حصتنا لليوم يا رابع يعطيكم الف عافية